تحفيزات الثلاثاء الصينية بنك شعب الصيني وصلوا عمليات التحفيز التي تقدمها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد للمحاولة جاهدة للوصول إلى معدلات نمو للاقتصاد بخمسة في المئة بنك الشعب الصيني يخفض المتطلبات المتعلقة بالاحتياط الإلزامي في البنوك بنصف نقطة المئوية لتصبح لدى بنك الشعب الصيني تسعة ونصف المئة ويصبح المتوسط بالنسبة للبنوك ستة فاصلة ستة في المئة يقول محفظ بنك الشعب الصيني إن هذه العملية سوف توفر وتحرر نحو تريليون يوان إلى الأسواق وهي سيولة طويلة الأجل هذا يعني أنه قد يكون هناك مزيد من الدعم للقطاع العقاري للقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات كذلك أيضا خفض أسعار الفائدة أو بما يعني الريب العكسي على مدار سبعة أيام من 1.7% إلى 1.5% أيضا في إشارة إلى مزيد من التحفيز في الأسواق انعكس ذلك على أسواق الأسهم بشكل كبير إذ ارتفعت المؤشرات في أفضل أداء أسبوعي لها منذ يوم الثلاثاء ونحن نشاهد هذه القفزة مؤشر CSI 300 في الصين سجل مكاسب بأكثر من 15% وهو أفضل أداء أسبوعي بالنسبة لأسواق الأسهم الصينية منذ عام 2008 في المقابل مؤشر هانكسانج مكاسب وصلت إلى حوالي 13% ويعد هذا الأداء هو أفضل أداء منذ عام 1998 تحديدا في شهر فبراير وهذه إشارة إلى استقبال إيجابي من قبل المؤشرات والمتداولين لهذه التحفيزات النقدية التي تسعى الصين من خلالها إلى الوصول لمستهدفاتها من النمو الاقتصادي في 2024 ترجمة نانسي قنقر